هيا أستاذة هناء إحنا كمان محتاجين ناخدها من حضرتك بشكل تفصيلي إيه للمفروض الأباء والأمهات يعملوه مع أولادهم منه هم صغيرين علشان فعلاً زي ما حالك قلت تحسباً لأي موقف في المستقبل يحصل يبقى الأمر ما فيهوش صعوبة ولا مشكلة عايزة أسأل حضرتك بقى هل لو ده فعلاً حصل والبنت الصغيرة أو حتى مش الوسطانية اللي تحتها لأن احنا بنشوف ده كتير كمان تبقى الثالثة هي اللي بتروح إيه جايلها العرسانة على طول وتبقىها ترتبط لو ده حصل فعلاً ولقينا الكبيرة بدأت نفسها تغير ويحصل فيه أزمة نفسية شوية إزاي الأخت الكبيرة تاخد الموضوع ده من غير حساسية وتفرح لأختها وتنزل تشتري معها الفلستان والجهاز وتبقى زي الفل ما فيش حاجة يعني أنا بدي أحكي بموضوع أن الإنسان يعني هو الزواج هو سنة الله في الكون ويعني كل إنسان يتمنى أن يتزوج لكن أن لا نجعل أنه هو نهاية الحياة يعني إذا لم يحدث أن أختي تتزوج قبل هي ليست نهاية الحياة ولكن أنا عندي أمور ثانية ممكن أن أحقق ذاتي بها إلى أن يأتي أن يكتب الله سبحانه وتعالى لهذا النصير بسؤال حضرتك مشان نركز يعني تماماً أنت الآن يعني نوجه الخطاب للأخت الكبرى إذا حدث ذلك في أسرتي أن أختها ستتزوج سأتحدث يعني أنا بأن الأسرة الأم والأب لهم دور كبير في مساندة هذه البيت لأنه هو أمر صعب صعب على النفس أن ترى يعني أختها تزف رغم محبتها لها لكن هناك يحدث بالنفس شيء من يعني تتحدث مشاعر الغيرة كبنت من أختها وأن لماذا أختي يأتي نصيبها قبلي هل ينقصني شيء هل هي أقل جمالاً هل هي يعني هي أيضاً عندها إمكانات غير الإمكانات التي عندي هنا يجب أن يكون دور الأسرة يعني مهم ليست فقط الأسرة الأم والأب أيضاً الأسرة الممتدة العمات والخالات في يعني رفع المعنويات ورفع يعني أن يرفعهم المعنويات الدعم نفسه الدعم هذه البنت بكثير من الأمور أن أنت سيأتي يعني لن ينتهي الأمر إذا تزوجت أختك قبلك ربما يأتي الله سبحانه وتعالى يخبئ لك قدر أجمل يعني أعطاكي أشياء لم تعطى لأختك فيجب أن ندعم هذه الفتاة أولاً يجب أن نرفع الوعي الوعي بأن الموضوع ليس هو تدريجي يعني أن يجب أن أتزوج أنا أولاً ثم هي ليس الأمر هكذا هو سبحانه وتعالى يقدر الأرزاق والزواج هو رزق رزق من الله سبحانه وتعالى فأنا رزق أختي أتب فإذا أدركنا هذه المعاني في عقولنا وأدركنا سنكون نحن عصر فعال وسنكون عصر إيجابي وليس سلب محبط يعني لا أشعر أختي أنها ارتكبت ذنب بالعكس أنا سأفرح لها سأساندها سأدعمها سأكون لها الأم الثانية مع أمي سأشاركها في شراء حاجياتها سأفرح لها فالموضوع يجب أن يكون يعني أن هي سبحان الله ابتلاء ابتلاء ليس سهل يعني والابتلاء يكون يعني على النفس طيب محضرتك وصفتي أنه ابتلاء هو فمعنى كده أنه شيء مؤلم وأنه يبقى ليها حق البنت الكبيرة تتدايق وليها حق الأم برضو أنها تتدايق أكيد هلأ يعني أي إنسان يتضايق لكن يجب أن لا تأخذ الأزمة أبعاد أكثر من حجمه يعني يحدث في النفس ضيق ولكن نحن بأن ندعم أنفسنا وندعم من هو عانى من هذه الشغلة برفع معنوياته